العديد من الأشخاص لما يدخلوا بمرحلة الرجيم أو خسارة الوزن بيلاؤوا نفسهم بعد فترة معينة نعلقوا على وزن معين وصعب النزول وقتها فدائما بيكون يمكن الشكوى أو الوضع اللوم على موضوع حرق الدهون في جسمه والبعض بيحكي أنه أنا هيك طبيعة جسمي ما بحرق بسرعة والبعض بيقارن نفسه بين صديق بياكل بنفس الكميات والحجم لكن هو بينصح على السريع والشخص الآخر بيحرق بسرعة وما بيخسر وزن موضوع حرق الدهون أو الاستقلاب في الجسم هو موضوع حديثنا مع اختصاصية التغذية سمية خضر يا سعد صباحك سمية أهلا وسهلا فيكي أهلا فيكي يعني موضوع الناس يمكن مهم خصوصا إحنا هلأ ببلشنا بفترة أو بفصل الشتاء فصل كسب الوزن هيك يعني هو مصنف صحيح هيك فبصلا بتخلينا نعطي بعض الوسائل اللي ممكن تكون بموضوع حرق الدهون لكن قبل ما نبدأ حلنا نعرف ما هو الاستقلاب أو موضوع حرق الدهون بالجسم اللي يتعمله بسم الله الرحمن الرحيم بداية حبي أشكرك وأشكر إذاعة مسكف أم على هي الاستضافة الكريمة وتقديمها للبرامج ذات محتوى وذات هدف راقي بداية الاستقلاب أو عمليات الأيض أو بالإنجليزية metabolism process الاستقلاب عادة هي عبارة عن عملية إنتاج الطاقة لقيام الجسم بالعمليات المختلفة من أجل العمليات الحيوية من تنفس هضم بناء وهدم عادة الهدم هو بصير في تكسير المواد الغذائية الداخلة للجسم في الجهاز الهضمي وتحويلها إلى شتى أنواع الطاقة المختلفة بالنسبة كمان طبعا هاي المواد الغذائية بتمر بسلسلة من التفاعلات الكيميائية حتى توصل للشكل الطاقة المطلوب داخل الجسم تعتبر عمليات الأيض أو الاستقلاب من العمليات اللي بتكون بشكل لا إرادي يعني إحنا الجسم ما في تدخل بالضبط إحنا ما بنتحكم فيها فبتكون عادة سبعين بالمية من الطاقة اللي بناخدها يعني مثلا أنا جسمي بيحتاج إلى ألف وخمسمائة سعر حرارية بيكون سبعين بالمية من هاي الألف وخمسمائة سعراء الشي ما بنتحكم فيه إحنا بالطاقة تلاتين بالمية فقط اللي بيضال إحنا بنتحكم فيه من ألف وخمسمائة سعراء حرارية إذن يعني النسبة مش كبيرة لكن في نسبة ممكن إحنا نتحكم فيها وحنحكي يعني كيف ممكن إحنا فعليا نتحكم بها العملية بسط إذن تحت مصمة الاستقلاب أو الأيض أو حرق الدهون هاي كلاتها كيف يتحول فعليا الطعام إلى طاقة طاقة بس باختصار طيب خلينا نحكي عن حرق الدهون واختلافه بين شخص لآخر فعلا أحيانا منلاقي شخصها بيأكل كتير وشخص بيأكل بنفس الكمية لكن الثاني ما شاء الله يعني عدر فيه وما بينصح والآخر مثل ما بيحكم بس يشمر يحتى الأكل بنصح على ريحة ما يعني شو سر هل في فعلا أشخاص عندهم استقلاب سريع والبعض بطيء؟ أكيد هو فيه اختلاف بمعدل عمليات الأيض داخل الجسم لكن فيه شغلة صفاء لازم نفرق بين مقارنة الأشخاص يعني لما بدأ أجي أقارن بين شخصين لازم يكون عندي نفس العمر نفس الطول نفس الوزن حتى إني ألوم عمليات الأيض بالآخر فأنا لما بدأ أجي أقارن بين الشخصين لازم يكونوا متساويين بهذه العوامل كمان بالنشاط البدني هذا عامل مهم حتى بالجنس أيضا وبالجنس كمان نفس الإشي فإذا صار فيه عندنا بالآخر عدم يعني عدم نزول بالوزن بشكل ملحوظ وأتم اللوم عمليات الأيض ليش؟ لأنه بيعود أيضا إلى طبيعة أجسامنا طبيعة مكونات الجسم نفسه خلينا نتصل أكتر بالعوامل اللي يمكن تأثر تجعل عملية حرق الدهون أو الأيض سريعة أو بطيئة؟ العوامل زي ما حكينا أول إشي الجنس الذكر عنده عمليات الأيض بتكون أعلى من الإناث طبعا هاد برجع لطبيعة جسم الذكر بيكون عنده نسبة العضل أعلى من نسبة العضل عند الإناث كمان العمر العمر كل ما كبر بالسن الإنسان كل ما قلت عمليات الأيض شو السبب؟ لأنه إحنا دائما نحكي فيه من عمليات الأيض اللي هي البناء البناء بناء الأنسجة بناء الخلايا هاي كلها بتكون أسرع وأكبر عند الأطفال من كبار السن يمكن لأنه نسبة العضل كمان عن كبار السن بتقل؟ نسبة العضل ما فينا نحكي إنها بتقل لكن نسبة نمو العضلة نفسها خلاص بتتوقف فيه كمان عندنا العامل الرياضة يعني كل ما مارسنا رياضة أكتر كل ما كانت الرياضة كمان ذات مجهود أعلى يعني إلها جهد قوي مثل عندنا رفع الأوزان رياضات المقاومة كمان بتكون بتعمل على رفع معدلات العمليات الأيض إذن هناك عامل أيضا موضوع الرياضة أيضا كمان هناك في أسباب وراثية صفاء لرفع معدلات الأيض أو بضوءها كثير بنسبة أنه أنا يعني طالعة مثلا لعماتي خلاص هم هيك بينصحوا بسرعة أو مثلا واحدة بتقول لك هيك خلاتي خلينا نحكي شوية عن موضوع الوراثة وهل هو أكتر من جهة الأباء أو من جهة الأمهات بالنسبة للوراثة أكيد في عامل وراثة بدخل في عمليات الأيض سواء بتسريعها أو بتبطيقها بتدخل في عمليات يكون فيها أمراض السمنة متعلقة بالوراثة أو أمراض النحافة بتكون مرات من كتر ما بيكون معدل عمليات الأيض عالي بيكون الإنسان كتير نحيف برضه في كمان عندنا إشي اسمه Genetic Metabolic Disorders يعني الاضطرابات الجينية اللي بتتعلق بعمليات الأيض من ضمنها في عندنا اضطراب اسمه BKU BKU هو عبارة عن مرض بتعلق بعمليات الأيض ليش؟ لأنه BKU هو عبارة عن اختصار للفينيل كيتون يوريا عدم تحويل بروتين إلى نوع آخر أو إلى إنتاج الطاقة إذن هو بدخل في عمليات الأيض هون كمان له علاقة بالوراثة ليش ما عم يتحول البروتين إلى طاقة؟ لأنه الإنزيم المسؤول عن تحويل البروتين إلى طاقة غير موجود ليش غير موجود؟ لأسباب وراثية وأسباب جينية طبيعة الجينات هيك وتكون طيب أنت انتقلت لموضوع الحالات المرضية خلينا نتصل فيها أكثر هل فعلا فيه أشخاص بيكون عندهم مشكلة طبية تحتاج إلى حل وتدخل طبي حتى يخسروا وذن؟ أو حتى تكون عملية حرق الدهون عندهم أسرع؟ أكيد فيه كثير من الحالات تدخل فيها بالآخر يعني لما إحنا بالتغذية وخصائين تغذية لما يفقدوا أنه الأمل أو خلص أنه أنت يعني أنا عملت مع كل إشي وشفت الأسباب والمشاكل اللي بيعاني منها الشخص أنه هو ما عم بيمارس الرياضة لأهو عم بيمارس الرياضة هو شو الأسباب شو المشاكل اللي ممكن تواجهه أثناء اتباعه للنظام غذائي صحي متوازن وقتها أنه منحكي أنه المشكلة من معدلات عمليات الأيض أو عمليات الاستقلاب داخل الجسد هل في حال هذه المشكلة؟ وقتها بلجأ الإنسان لعمليات السمنة وعمليات الجراحة اللي هي بتكون التكميم ربط المعدة حلقة المعدة وقتها بلجأ لهاي العمليات طبعا هي عمليات بالآخر مش يعني ما إلها مخاطر غير يمكن مضاعفاتها واحد بالمية كمان في عنا من الحالات المرضية المعروفة بأنها بتبطأ عمليات الحرق حرق الدهون عنا معروف السكري طايب تولي هو النوع الثاني بدخل كمان إلو دخل في عمليات الأيض داخل الجسم بسرع عمليات الأيض؟ لا بيقللها ليش؟ لأنه كمان السكري مرتبط بالسمنة يعني هرموني الإنسولين وهو بروتين عدم كفايته داخل الجسم أو عدم كفايته كعدد بالجسم بدخل في عمليات الأيض داخل الجسم فهون بيكون المشكلة اضطراب بعملية الأيض نفسها أيضا ممكن يرجع الأسباب الوراثية يعني الأسباب الوراثية ما شاء الله كل الحالات المرضية يعني ممكن أنها تكون عامل خطر طب يعني ممكن كمان نذكر بعض الأشياء أو الأمور الطبية مثلا الغدة الدرقية اللي دخل بزيادة الوزن خربطت الهرمونات أكيد وأثيرها على عملية الأيض الغدة الدرقية سواء نشاطها أو سواء خمولها بدخل كمان بعمليات الأيض لأنه بالآخر هرمونات الهرمونات يعني بار عن بروتينات فأي إشي لأنه إحنا بنحكي دائما المواد الغذائية الداخل الجسم سواء كانت بروتينات سواء كانت كربوهيدرات سواء كانت عمل دهون أو معادن وفيتامينات بالآخر الهرمونات بالآخر هو بروتين هو داخل الجسم إذا ما عمل وقام بوظائفه الطبيعية وقتم نحكي إنه قال مشكلة في عمليات الأيض تمام طيب اسمحين لأ بس قبل ما نستكمل ناخد اتصال معنا عباس تفضل يا عباس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالي؟ الله يسعدك يا رب تفضل سؤالا ممكن أسأل دكتور؟ نعم دكتورة أسأل نعم أنا عمري 22 سنة ووزني كان 110 راحة عندي دكتور حللت فطلع معي أنسولين وفرض في الغدد كتير فدكتور كتب لي راتشيتة وش وقفة يعني وش بدي الراتشيتة وكتب لي قفة أنا ارتعبت تركت الراتشيتة في البيت وصيرت عبر رياضة فنزلت قريبا 16 كيلو لهلأ فأنا سمعت من الدكتور أنه الرياضة تكفي بل الرياضة تكفي سمعتها على اليوتيوب هل الرياضة تكفي إلا لازم أشاهد دوا الكتاب لي طبعا حتسمع تعقيب أستاذ السمية شكرا يا عباس ماذا يعني هو يمكن موضوع طبي يعني عنده موضوع مشكلة في الأنسولين النوع الثاني كمان أكيد لازم ياخد الأدويته أكيد يعني هاي ما فيها بس كمان اتباعه للنظام غذائي صحي متوازن كمان بيساعده ما بصير أركن أنا فقط على الرياضة يعني أنت كمان معك مقاومة أنسولين فهي إشي كمان ما بصير نركن فيه بس على الرياضة لازم نظام غذائي متوازن مع الاستمرارية على الأدوية يعني في ممكن أن الوحد يعمل عنده عملية الاستقلاب أو حرق الدهون يخليها أبطئ شوي ما في شوفي هلأ ما في ولا غذاء يعني ما في أي دراسة علمية على غذاء معين بيعمل على زيادة أو بطء الحرق في حرق الدهون كغذاء ما في لا يوجد غذاء لأنه لو وجد غذاء كان لأبنا نلاقي كل مصانع الأدوية عملوا لك كابسولة وحكولك يلا تفضلي هاي خلص كابسولة بتنحفك أو بتسيد وزنك لكن في مثلا عندنا الشاي الأخضر أو الفلفل الحار هذا بساعد على زيادة معدل الأيد أما انقاس عملية معدل الأيد صعب جدا بس فقط باتباع نظام غذائي صحي زائد نظام غذائي دسم دسم بالضبط مثلا زي ما أعطي مثال مثلا على اللبن لبن ممكن تخلط معه فواكه أو هذا اللبن اللي بيكون منكه يتبع نظام غذائي عالي السعرات زائد تناور خمس إلى ست وجبات باليوم والانتباه لكمية ونوعية الطعام كمان من الأشياء المهمة في اتباع النظام غذائي صحي تمام لو عكسنا السؤال وحكينا أنه كيف ممكن أسرع عملية الأيد أنت حكيتي أنه سبعين بالمية هي من الجسم نفسه وثلاثين بالمية إحنا قادرين نتحكم فيها أعطينا هالثلاثين بالمية شو النصائح اللي ممكن نتباعها؟ الثلاثين بالمية ممكن زي ما حكينا اتباع النظام غذائي متوازن لابتعاد على الأنظمة السيئة الموجودة أنا بسميها أنظمة الغذائية تبعة الفيسبوك والواتساب لأنه أنا ما فيني أوصف لك دايت أو ما فيني أعطيك نظام غذائي بدون ما أشوف نشاطك البدني بدون ما أشوف أحسب لك عمره العمر والجنس وزي ما حكينا الطول والوزن كل هاي بدخل إلها عوامل بدخل في عمل النظام الغذائي زي ما حكينا كمان تقسيم وتوزيع الوجبات خلال اليوم ما نأكل وجبة وحدة كاملة ما نقطع الكربوهيدرات كليا من النظام الوجبات يعني هي كتير بنسمعها أنه مثلا خليناكل خمس ست وجبات بكميات أقل مثلا لكن أسمهم على اليوم شو علاقتها بحرق الدهون بداية لما إحنا نيجي نحكي أنه مثلا أنا بدأ أكل وجبة واحدة باليوم أو وجبتين بس هون رح يصير في عنا شبع رح يصير في دمار بسموه اسمو ميتابوليزم دامج يعني بصير في دمار عنا بعمليات الأيض ليش؟ لأنه بصير يتعوض الجسم على كميات من السعرات الحرارية قليلة فأنا لما بدي أرجع للنظام السابق ما رح العمليات الأيض رح تصير صعب أنها ترجع زي ما كانت تحرق الدهون زي ما كانت بعد بيعود الجسم أنه يخزن دهون يعني أنا ما بعرف متى أرجع أكل فالجسم بقول لا خليني أخزن بالصبت كمان بالنسبة للرياضة زي ما حكينا الكارديو المشي تكون حكينا كل ما كانت الرياضة ذات مشهود قوي رفع الأوزان طبعا بالنسبة للنساء إحنا ما عم نحكي لهم أن يرفعوا خمسين كيلو لا بس إنه قدر الإمكان قدر الاستطاعة الواحد هاي الأوزان رياضة الأوزان رفع الأثقال بتفيدنا جدا بالنسبة للعمليات للأيضا تمام في سؤال من عبده على الفيسبوك بيحكي أنا لو ركضت كل يوم ساعة هل بنزل وزني؟ وزنه 180 طوله 180 ساعة باليوم ساعة باليوم كتير بنيح هلأ إحنا دائما نسمع شو المقصود بالركض اللي ممكن يحرق سعرات حرارية؟ شوفي كمان الركض إنه يكون يعني لما الإنسان يركض رح يتعب فأنا ما بدي هذا التعب أنا بدي يمشي مشي سريع أفضل ليش؟ لأنه الركض ما رح يصير في استمرارية بالرياضة فبالتالي الركض جداً يعني أنا ما بحفظه ولكن المشي السريع هو أفضل المشي السريع وبساعد على حرق الدهون؟ بساعد على حرق الدهون أكيد تمام طيب هذا بالنسبة لسؤال عبده التوتر الحد طيب بس في هنا سؤال التوتر والنرفزة هل بنقص الوزن؟ أكيد السترس التوتر أكيد برفع من المعدلات بس إحنا ما بننصح فيه لأنه كمان فيه إلو أضرار يعني فيه إلو جانب سلبي أكيد على صحة الجسم بس بسرع عملية الأيد بسرع عملية الأيد يعني اللي بده ينقص وزن يعمل استرس بحياته أكيد بس أنت ما ذكرت أنه إلو عواقب وجوانب إلو أكيد جوانب سلبية أخرى إذن يعني من كل ممكنك صلتنا الضوء على موضوع الاستقلاب وموضوع حرق الدهون إخصاصية التغذية أستاذة السومية خضر ساعدين بتواجدك شكرا كثيرا المعلومات القيم يعطيك العافية لا أفكي أرم